هذا هو المنطق الذي يمشي به الحكومات العربية الأنظمة العربية إذن اخترقوا المجلس تكون لنا في قوة عندما تكون لنا في قوة نستطيع أن نفسد أو أن نوقف أو أن نعطل أو أن نعلق هذا المجلس وعث يا أستاذ محمد العربي عكس هذه الفكرة أخي الكريم حليني بس نفضل حليني نكمل ونفضل على كما تشاء إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نفسد القضية ثف إلى ذلك أنا أدت إلى المحاضر ما ألقاه كل السفراء والحاضرين بعد التصويت وكلمة على أمريكا حقيقة ونمر حتى لا أكثر أمريكا لم تعارض المجلس يا أخي الكريم وأنا أقول لك الآن وبعدين ممكن تترد أمريكا لم تعارض المجلس وأنا أقول لك أمريكا الشيطان الأكبر أمريكا أنا بالنسبة لي الشيطان الأكبر وأنا أكرهها يعني أقولها بصراحة حتى يكون الأمور معلومة لكن ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعديلوا أعديلوا هو أقرب للتقوى أمريكا في هذا الموضوع بالذات أمريكا عملت قضيتين القضية الأولى أنها شافت نفسها غرقت في تعذيب خاصة في أبو غريب في جوانتناموفي فاستحت على نفسها أما الدول العربية أما الدول العربية أمريكا في 60 صفحة موجودة أمريكا قالت أن إضعاف المجلس بقضايا معينة ونأسة ربما نأتي على سياق إذن العودة للفكرة هي مثل هذه الأنظمة في الحقيقة ماذا قال الممثل المصري؟ ماذا قال الممثل المصري؟ قال يجب أن يكون المجلس هيئة فرعية بمعنى أنه لا يمكن ولا يريد الممثل المصري والممثل الجزائري قالوا نفس الشيء أن تكون هيئة رئيسية لأن لما تكون هيئة رئيسية ممكن أن تفرض قرارات وقال أن قرارات المجلس يجب أن تخذع للجمعية العامة بمعنى أنه لا يصدر أي قرار من المجلس إلا بعد صدور الجمعية العامة فإذا لم يعطلوه في المجلس يعطلوه في الجمعية العامة يعني لهم دورة أخرى وماذا قال مرة أخرى وكان مستاء جدا من المادة وأنا بعدين سأتكلم عليها استاء من المادة الثامنة التي تدعو إلى تعليق العضوية عضوية الدول التي تكون عضوة في هذا المجلس ولكنها تنتهك هذه الحقوق فكان بالنسبة إليه أن هذه كارثة وأنه كان يجب أن لا تعمم هذه المادة على جهات أخرى داخل المجلس إذن ممثلي الأنظمة العربية الحكومات العربية يريدون مجلس صورة بس دقيقة دكور يستغلوه داخليا بس يا سيد العربي زيتوت لكن دخول الدول العربية أو انضمام الدول العربية لمجلس حقوق الإنسان الجديد لا يعفيها حسب الشروط عضوية بلد ما داخل المجلس وعلى خلاف اللجنة الراحلة لا تحميه من المحاسبة من المفترض أن يكون عرضة لمحاسبة سنوية لسجله في مجال حقوق الإنسان إذن الكلام عن الاختراق والتقريب من الداخل هذا كلام مردود عليه يا أستاذ هنا في هذه النقطة بالذات باختصار شديد ولا يحقوا المكر السيء إلا بأهلها في الحقيقة الموظفين لذلك كانت كانت دول مثل مصر والسوريا سوريا على ما فيها من جرائم وعلى ما فيها من مآسي عنها الشعب السوري وعلى الدمار اللي واقع في سوريا ومع ذلك السوريين كانوا أدهاهم والمصريين والليبيين وبالرغم أن هذه الدول كلها فيها دمار حقيقي لحق الإنسان وعبث يعني سوريا يعبثون بالشعب السوري الآن من خمسين سنة من الأب للإبن للمن يشعرف وبعدين مشعرف ممكن يجيب ابن الخالة أو ابن العمة وفي مصر الآن مبارك أنت سايف أن الرجل المستقبلين ومبارك مستقبل بوش مستقبل جمال مبارك لسه أدري لماذا يستقبله لأنه رئيس دولة أو لأنه سيصبح رئيس دولة بالفعل يعني هذا الضوء الأخضر وفي ليبيا أيضا ترتيب لأبن الجاي إلى آخر ونت عارف أنه رضت عليها أمريكا بعد ما سلم حتى السكاكين اللي في المطبخ النظام الليبي القضية نرجع هنا إلى هؤلاء كانوا يريدون إذن اختراق المجلس من أجل تعطيله يعني لم ينتبهوا لم ينتبهوا لمادة الثامنة لم ينتبهوا لمادة الثامنة المادة الثامنة طبعا لما تطلع العوامر من عند الأمراء ومن عند الوزراء والله يروح عاوزين عاوزين إحنا بريستيج عاوزين نكونوا في المجلس تجد مساكين دبلوماسيين صغار بيحاولوا ناقشوا يا جماعة هذا المجلس قد يضرنا لأن وجودنا فيه لن يكون في مصلحتنا إلى آخر قال لا احنا عاوز احنا بريستيج داخلي السعودية تقضت لس سنوات في المجلس لكن هم فهموش أن داخل المجلس هذه المادة في حقيقة كانت مادة مرت باختصار أنه ممكن تعليق عضوية هذه الدول إذا انتهكت حقوق الإنسان ونحن كمنظمات حقوق إنسان سنسعى إذا لم تغير نهجها الكارثي هذه الدول العربية سنسعى إلى تعليق عضويتها سنعمل كل جهدنا من أجل إما يحترم الإنسان إما تعلق عضوياته جميل جدا أبو بشار أيضا يقول لك أليس حريا بالدول العربية التي انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان أن تعترف بالإنسان أولا أكيد أنا على حسب ما اللاحظ في الحوار أنه الأخ العزيز محمد علي بدأ بتقييم المجلس قبل أن يبدأ نشاطه أيضا والسؤال يتساءل من يقوم بالتقييم لأنوان يقرأ من الكتاب هو هذا المجلس هو الذي سيقوم بهذه المهمة وليس نحن إذن هذا المجلس هو الحكم ونحن سنقوم بتقييم القاضي ربما نشكك في مصدقية القاضي لكن لا نقدر أن نمنع منه صفة القاضي لو فرضنا 10% من سكان العالم قالوا مثلا أن تونس أو السعودية ما يلزم هاش تتواجد في هذا المجلس لكن 90% وهذا المنطق الشقول بالسياسة الواقعية قالوا نعم هل يمكن لإنسان يملك 10% اليوم فقط أن يحل شركة أو مؤسس مش هذا المنطقة الديمقراطية يعني يعني تمكن الأقلية من أبداء الرأي والأغلبية من الحكم هذا المنطقة التي تكونناها ثم أنا كمجتمع مدني يعني مرجعي وأساسي ممنوع أن يكون لنا مستقبل أحسن يا دكتور فيسل كعرب ممنوع علينا كيف سيكون مستقبلنا أحسن وكيف سيكون مستقبلنا أحسن من خلال هذا المجلس أجيب أجيب يا محمد أجيب عندما أرى الوضع يتحسن في الجزائر عندما أرى الوضع يتحسن في ليبيا عندما أرى الوضع يتحسن في عديد الدول عندما أرى اليوم أن بلد يعني تستثمر 99.99 أبنائه يروحوا إلى المدرسة تونس لما أرى الى كونه في الجامعة تخرس 57% كيف نكونها البلد ددي تونس تدرس حقوق الإنسان كمادة دراسية في مدارسها يعني من شدة أنا من حبش الملف في أولي على التونس لا 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 أحنا هنا على الجزائر الجزائر بتونس بالسعودية بكل هذه الدول بشكل عام قلت في المقدمة الناس اللي صوتوا فازت تونس يعني كناشط أنا في حقوق الإنساني شرفني لما نزور بلد الناس يعني أني حياتي العاطفية تونس وليس أنا هنا لا أمثل تونس هي حياتي العاطفية وجداني وحتى في المنظمات الحقوقية اللي أنت ميلها لا يحترموك عندما يعني لا تحترم بلدك جميل لأنه سياسة الاستقواب الأجنبي وسياسة يعني الاعتراض يعني على الأرايك ومن يعني من يعني من نزل خمسة نجوم هذه بالنسبة ولت وانتهت اليوم نعمل السياسة الواقعية هنا لابد أن نرتقي بالمواطن العربي وهنا يعني يعني بس كيف ترتقي فيه أخي كيف كيف من خلال هذا المجلس من خلال هذه الدول التي تضحك علينا هذا هو أنا بقول لك كيف أجوبك هات نحكي على حق الحق في الحياة أحنا حكينا اليوم على حق النبات وحق الحيوان وأصبحنا يعني ناخد دروس من الغرب لعلمك وهذه إحصائيات من المنظمة العالمية يعني للصحة 32 ألف مواطن عربي يموتوا كل يوم على الطريق دون ذنب اقترفوه أكثر من مليون ومثين ألف قتيل في العالم من حوادث الطرقات لما نقسموهم على 365 يوم يعطيونا 3300 قتيل في اليوم يعني عندك كل يوم يوم 11 سبتمبر يعني قاعد يقع في الطرقات من تعلم ويحكيهم في الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب على الحق في الاستنساخ وعلى الحق يعني في الزواج المثلي هذه حقوق من المسؤول على الطرقات هذه حقوق لما ندخل أحنا كمجالس ونريد أن نبين وأن حق التضامل اليوم أصبح يعني من الحقوق التي هي في المرتبة الأولى لما نعالج يعني الفقر لما اليوم نكون صندوق عالمي نصبح أحنا متهمين يعني بنتهك حقوق الإنسان من ينتهك حقوق الإنسان يعطينا أنا أخي الكريم هو استشهد 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 أنا أقول لك شيء يا أستاذ محمد لأن قضية الطرقات لما يترى قضية الطرقات بس بش هذا موضوع لا 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 المسؤول على الطرقات المفروض يتحدث يعني مسؤول عليها الشيخة والعجوز لا 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 بقول لك هناك أديب حمود المسعد يقول إنك لو أتممت الفعل قتلته إنك لو أتممت الفعل قتلته ولا مبروك على الحكام العرب العمل نعطي الخوي العمل العمل في مجال حقوق الإنسان هو مصار ولا يأتي بقرار هو مصار وحقوق الإنسان هذه هناك دينماكية أحنا كمجتمع مدني اللي همنا هو كيفاش ترجع هالأمور هذه ترجع بالنسبة لنا ترجع للمواطن ويملمسها في حياته كيف تواجد هذه الدول تواجد هذه الدول في المجلس أولا أولا هذا التزام كما قلت أنت في المقدمة لأن هذا التواجد لا يمنعها من المسائل ستحترم يعني حقوق الإنسان لأنه أصبحت قراراتها أممية فلا يمكن أن تأخذ قرارات أممية وهي يعني 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 تنتهي حقوق الإنسان يعني إذن هذا شيء إيجابي أول هذا شيء إيجابي على الأقل سأبدأ بالتنظيف أمام يعني منزلي قبل منزل الجار جميل النقطة الثانية الاستئناس بالتجارب الأخرى التواجد يعني في هذه المجالس نحن تواجدنا في مجالس يعني لمنظمات غير حكومية وللتنظيمات هناك استئناس كذلك استئناس يعني بالتجارب بالتجارب الآخر هناك حوار وهناك تسويق للتجارب يعني والي أولويات اللي هي ما هيش موجودة في الغرب أولوياتنا بالنسبة لنا نحن في العالم العربي هي الفقر هي الجهل هي يعني الحروب أولوياتهم في الغرب هي اليوم يتحدثون في الولايات المتحدة الأمريكية عن الحق في الترفيه نحن نبحث عن الحق في العمل يتحدثون عن الحق يعني بدأنا نغرق في تفصيلات نحن ليست هذه الحقوق التي نطلب إليها تواجدنا في هذه المجالس هو حق وواجب وهو فرصة لكل هذه الدول باش حق تنمي وتعبر على وجودها وتوري التجارب بتاعها اللي هي نجح توري التجارب بتاعها يعني هي الدول هذه موجودة لكي تقدم خدمة للدول الأخرى كما يقول الأخ طبعا في حقوق الإنسان يعني تعطيه الجانب المشرح لماذا نقزم بعض لماذا نقزم بعض لماذا نقزم يعني فكر العربي طيب قصدقيق محمد العربي سيتون الرجل يقول لك لماذا نحن نتحامل لماذا ننظر دائما إلى الجزء الفارغ أو القسم الفارغ من الكأس بالضبط يا أخي تحدث لك عن الكأس مكسر مش فارغ مكسر مش حتى نصف فارغ أو نصف مليل الكأس مكسر يا رجل يعني أنت تتكلمني على بمثال الكأس الأنظمة مكسرة الدول الأنظمة مكسرة الشعوب الأنظمة مكسرة المجتمعات يعني لو كان الكأس فارغ والله لو كان فيه قطرة كنا نمشي معهم باش نعبوه يعني الكأس مكسر ولا يمكن إصلاحه أصلا يعني هاي المشكلة الأنظمة هذه اللي راه يتكلمنا عليها أو يقول لنا هذا الفكر التشابه دي أنا مش تشاؤمي المجتمع المدني يروم البناء لا بد نخلي مجال للإصلاح خلينا نتكلم أخي الكريم ليش لحكم يعني ليش لحكم أنا خلينا نتكلم أخي الكريم أنا بحكم تكويني وبحكم وظيفتي ديبلوماسي سابق هذه الدول وهذه اللي يقول لك ننضم لهذه الجماعات والمنظمات والأمم المتحدة نحن موجودين فيها من الاستقلال وحتى بعض دولنا من قبل الاستقلال ماذا استفدنا احنا في آخر المطار احنا عالي على هذه المنظمات احنا نروحوا هناك عشان نبرز ديكتاتوريتنا أنا أتكلم على الأنظمة أنا مش نتكلم على الشعوب طبعا الأنظمة نعم شعوبنا تحمل أفضل ولذلك هي ثائرة شعوبنا ثائرة في كل مكان كل مكان كل بلد عربي فيه انتفاضات فيه انتفاضات بشكل أو بآخر الجزائر فيها انتفاضات يوميا الآن برغم كل ما حدث مئتين مليون مئتين ألف شخص قتلوه نعم تسبب نظام جنات في الجزائر بقتل مئتين ألف ومع ذلك فيه انتفاضات تقريبا فيه عشر انتفاضات أسبوعيا ولدينا أحصاءات في ليبيا الناس لا تتصور وضحها فيه سوريا الناس وفيه انتفاضات حتى في سوريا برغم القمع الرهيب فيه مصر شوف مصر ما يحدث طيب الشعوب ملتهبة طيب جميل ولكن هذه الأنظمة هذه الأنظمة قزمتنا هي اللي قزمتنا بس جميل مش نقزموا نفوسنا احنا أرقى منها شعوبنا أرقى من أنظمتها شعوب أنظمتنا متخلفة جدا بالمقارنة مع شعوبها طيب أنظمتنا لا تفهم أننا في عالم الآن وإن أصبح الناس تقرأ الخبر في لحظة لما يصدر في شرق العالم أو في غرب العالم أنظمتنا ما زالت تسير عقلية شديدة التخلف وأهمها الأهم والأكبر كيف تحافظ على السلطان كيف تحافظ على الكرسي كيف تنهب وتنهب ثم تنهب وفي هذا الخضم تتحطم دول وانظر إلى العراق تتحطم دول وانظر إلى الجزائر تتحطم دول والآتي قادم أنظمتنا جماعات أشرار إنها حقيقة 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 أنظمة شيطانية تتحطم دول تغلو